منذ خمسة وثمانين يوماً بعد المائتين، والوضع في غزة لم يختلف عما كان في اليوم الأول. ضمار يملأ العيون، ووضع مأساوي يهز الوجدان. هي حرب على الحياة في كل بقعة من أرض غزة، لم تترك إنساناً أو حيواناً أو جماداً على حاله. ففي شمال غزة، تحديداً في بلدة بيت حانون، تنتشر الطائرات المسيرة التي تستهدف المرة فتقتل وتصيب كل متحرك على الأرض. وفي مدينة غزة، كانت البيوت الآمنة المتبقية في المدينة هدفاً لطائرات الاحتلال الإسرائيلي ليهرع الدفاع المدني لمناطق الاستهداف رغم عدم الإمكانات والأدوات. فيصبح مصير القابعين تحت الأنقاض في أغلبه ميؤوساً منه. وفي بيت لهيا أيضاً في الشمال، كانت مدفعية الاحتلال تقصف بشكل عشوائي، وتعززها آليات الاحتلال التي تطلق نيرانها يمنة ويسرى، فتسقط من الضحايا الكثيرة. وفي وسط القطاع، كان مخيم النصيرات هو المنطقة الأكثر استهدافاً، ففي المخيم قصف للمساجد والمنازل ولمدرسة تؤوي نازحين عزل، ليتكرر الوضع في مناطق أخرى بالوسط كحية للسلطان ومنطقة الزويدة. الوضع لم يتغير كثيراً هنا في الجنوب. ففي خان يونس ورفح الفلسطينية لم تخل سماؤهما من تحليق وقصف الطائرات، ولم يتوقف هدير المدافع أو زخات رصاص حتى كي تستريح الآلات.